اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتقدم الكلام عليها تفصيلاً غير أنه الحقيقة فاتني أمر لا بد من التنبيه عليه وهو أنه إن كان الله سبحانه وتعالى قد قال جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا وليس التفاضل بالأنساب ولا بالأحساب غير أنه ينبغي الإشارة إلى أمر مهم جداً وهو أن أمة العرب وهو أن أمة العرب قد فضلها الله تعالى بأن خاطب الناس أجمعين في القرآن العظيم بلغتها فكان ذلك شرف لأمة العرب ليس لهم أن يفتخروا على أحد وإنما أن يعرفوا فضل الله تعالى عليهم أنه قد فضلهم بأن القرآن في لغتهم فأي نعمة عظيمة هم فيها حينما يقرؤون القرآن الكريم ولا يتعتعون فيه ولا يشق عليهم فهمه بل هم يقرؤون كلام الله تعالى ويقرؤون في ضمنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والشيء بالشيء يذكر التقيت في الحرم المكي منذ مدة طويلة برجل من أهل تركيا وكان يحفظ القرآن كاملا وكنت أحدثه بالعربية فكان لا يحسن العربية حينما يحدث أو حينما يتحدث ربما فهم ما أقول لكنه لا يحسن أن يرد علي فقلت له وكيف تحفظ القرآن قال أحفظه وأقرأه وكثير من الكلام لا أفهم معانيه فقلت الحمد لله الذي فضلنا على كثير من من خلق تفضيلا وجعلنا من أمة العرب نقرأ القرآن ونتدبره بلا مشقة ولله جل وعلا في ذلك الفضل والمنة وهذه أيها الإخوة الكرام الكلمات أعيد وأكرر ليست فخرا وإنما هي معرفة للشرف الذي شرف الله تعالى به أمة العرب من وجه ومن وجه آخر علينا أيها الكرام أن نتعلم لغة القرآن الكريم وإن كان لنا أجيال وأبناء وإخوة وأخوات فعلينا أن نعلمهم لغة القرآن الكريم حتى يقرأوا القرآن وينفعهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة وقد سمعتم أولا في أول محاضرة التي كانت توطئة لهذه السورة ومقدمة لها أن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن العظيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالقرآن هو روح للروح وحياة لها كما أن الروح هي حياة البدن فأي حياة في الإنسان الذي لا يحسن أن يقرأ القرآن وإنما يقرأه مترجما فقط هذا في الحقيقة قد فاته خير عظيم ولذا أنا أحث نفسي وأحث إخواني على أن نتعلم اللغة العربية وأن نعلم أبنائنا وأن نحذر أشد الحذر من أن تغيب هذه اللغة العظيمة عن أبنائنا والشيء بالشيء يذكر مما قرأنا ودرسنا أن تركيا تحولت من الخلافة الإسلامية إلى الدولة العلمانية إبان آتاتورك أنه مثل ما يقول بعض المحللين يقول إن الرئيس التركي أنا ذاك قطع الجيل عن الجيل كيف ذلك؟ غير الأحرف أحرف اللغة التركية من كونها أحرف عربية إلى الأحرف الرومانية فصار الذي يكتبه الصغير لا يفهمه الكبير والذي يكتبه الكبير لا يفهمه الصغير فانقطعت الأجيال عن بعضها بل وانقطعت الأجيال عن القرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا والمقصود أيها الأخوة الكرام هو المحافظة على لغة العرب نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن الله جل وعلا قد شرف أمة العرب وفضلها بأن نطق القرآن بلغتها كما هو معلوم إن أنزلناه قرآن عربية فلنعرف لهذه النعمة قدرها ونحافظ عليها نسأل الله تعالى أن يحينا وإياكم مسلمين أن يمتنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين وبعد أيها الكرام فقد قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم كما سمعتم آنفا أن بعض العرب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا آمنا بك ولم نقاتلك بينما غيرنا من قبائل العرب قال ثلتك ثم آمنت بك في معرض المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أولا ثانيا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثالثا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك بمعنى أنكم إن كنتم تظنون أن المنة لكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجواب من ثلاثة أولين الوجه الأول أنكم لم تؤمنوا بعد وإنما دخلتم الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والجواب الثاني أن المؤمن الحقيقي هو الذي آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيله الجواب الثالث أنه ليس لكم منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رب العزة جل وعلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين تعالوا لنعرف تفاصيل هذه الآية وما فيها من دلائل وإرشادات قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا هم يقولون آمنا على وجه التزكية أي أن الإيمان قد دخل في قلوبهم لكن الحقيقة أنهم التزموا الشعائر الظاهرة فشهدوا لله تعالى بالألوهية والربوبية وأدوا الصلوات المفروضة ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة أما الأعمال الباطنة والإيمان الحقيقي فإنه لم يكتمل عندهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا طيب ما الفرق إذن بين الإسلام والإيمان يكون بذلك قد عرفنا الفرق وهو أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما جاء ذلك في حديث جبريل حديث عمر الشهير أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فعرف من الحديث أن الإسلام هو الأعمال الظاهر وأن الإيمان هو الأعمال الباطنة فهؤلاء الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا لم يستكملوا الأعمال الباطنة وإنما دخلوا في الإسلام الإسلام الظاهر بالتزام الشرائع الظاهرة والحظ أن الله سبحانه وتعالى قال لهم ولكن قولوا أسلمنا أي أنهم استسلموا لله تعالى بالتزام الأحكام الظاهرة العلماء رحمهم الله فقد ذكر البخاري هذا رحمة الله علينا وعليه يقولون إن هؤلاء إنما أسلموا طمعا أو أسلموا خوفا أو أسلموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قويت شوكته ولذلك دخلوا الإسلام فكان الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولذلك قال الله لهم ولكن قولوا أسلمنا الجزء الثالث أو الموضع الثالث الذي يتحدث فيه في هذه الآية هو أن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يقول أهل التفسير رحمة الله عليهم أن قوله ولم غير قوله ولم كيف أو ما هو الفرق لم يعني أن شيء لم يحدث لم يدخل فلان يعني أنه لم يلج علينا المسجد لكن نقول لما يدخل يعني أنه لم يلج المسجد لكن في طريقه إلى دخول المسجد فتقول مثلا فلان لما يأتي بعد هو في الطريق لكنه لم يدخل بعد ولذلك يفهم من قوله سبحانه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنكم ستؤمنون لكن لم يحدث لكم هذا الإيمان وإنما حينما تتعلمون وحينما تستسلمون لله سبحانه وتعالى عند ذلك يحصل لكم الإيمان الذي يستحق به أن يقول الإنسان آمنا يمنون عليك أنا عفوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي إن أطعتم الله تعالى وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لا ينقص من أعمالكم شيئا سواء التي عملتموها لما يدخل الإيمان أو التي عملتموها بعد أن دخل الإيمان فالله جل وعلا لا ينقص من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم أي إن الله تعالى يغفر لمن استغفر ويرحم عباده سبحانه وتعالى ومن ذلك أنه يقبل الإسلام ولو لم يكمل الإيمان في القلب وهذه من رحمة الله جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى موضحا لهم من هم المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أي المؤمن حقا هو الذي آمن بالله تعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في نبينا صلى الله عليه وسلم أو يشكوا في ألوهية الله أو ربوبيته جل الله في علاه ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي بذلوا مهجهم وبذلوا أموالهم رخيصة لله جل وعلا فإذا كان الإنسان يبذل ماله لله فهذه علامة إيمانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء يقول علماء الصدقة برهان أي علامة على صدق هذا المتصدق والصدقة برهان والصبر ضياء والمقصد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يبذلوا مهجته لله جل وعلا ولا يكتفي أن يبذل ما له فقط وكما قيل أولا والجود بالنفس أقصى غاية الجود أعظم شيء يملكه الإنسان هو نفسه التي بين جنبه فإذا قدمها لله جل وعلا فذاك أعظم شيء يقدمه لربه وعلامة على تفضيله لرب العزة جل وعلا ولدينه على كل شيء حتى على الحياة بنظرتها وخضرتها ونحن نلاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق نسأل الله تعالى السلامة والعافية والمعنى أن الإنسان إذا لم يتحدث أنه يجاهد في سبيل الله فقد مات على شعبة من شعب النفاق المقصد أيها الأخوة الكرام أن الله تعالى عرف المؤمنين عرف أولئك الأعراب بمن هم المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ونبه على شيء أيها الأخوة الكرام قبل أن نتكلم عن قوله أولئك هم الصادقون وهو أن الجهاد إنما يكون في مواطنه وفي مظانه لا يعقل أن الإنسان يدخل إلى بلاد غير المسلمين يدخل وقد استأمنوه على أموالهم وأعراضهم ثم هو أكرمك الله يا شيخ بارك الله فيك ثم هو ينال من الأعراض والأموال بحجة الجهاد في سبيل الله هذا كلام غير صحيح ليس هذا موطن الجهاد وإنما الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء والمعنى إذا كان بينك وبين قوم عهد وخفت أن يخونوك فانبذ إليهم على سواء أي أعلن إليهم أنك قد ألغيت العهد معهم حتى لا يكون جهادك لهم خيانة فكذلك أيها الإخوة الكرام الذي يدخل بلاد غير المسلمين بالأمان فإنه لا يعقل أن يرفع عقيرته بالجهاد وهو لم ينبذ إليهم بل لا يصح بأي حال من الأحوال هو يلقي نفسه بالتهلكة إن كان يعلن الجهاد والحال هذه وهذه مسألة مهمة ننبه عليهم لأن الحقيقة كثير من الناس يسأل عنها وربما اتهم الإسلام بالتهم الباطلة من جراء هذه التصرفات التي تخالف شريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقصود أن الله تعالى قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أي الذين اتصفوا بالصفات المذكورة آنفا هم الصادقون في دعواهم آمنا وأما من لم يأتي بهذه الصفات فإن دعواه آمنا ليست بدعوا دقيقة بل هي منقوصة حتى يستكمل الإيمان نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون بعد ذلك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم كما سمعتم آنفا أنهم يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا في دينه دون قتال لكن الحقيقة أن المنة لله جل وعلا عليهم وذلك لأمرين الأمر الأول أنهم بإسلامهم أولا أن الله تعالى هو الذي هداهم كما ذكرت الآية بل الله يمن عليكم أن هداكم أي أن الله جل وعلا لولا هدايته لكم لما كنتم من أهل الإسلام ولذا نحن نقرأ في أول السورة قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فالمن من الله جل وعلا أن هداك للإسلام الأمر الثاني أن نفع الهداية ليست منك لله جل وعلا وإنما نفع الهداية لنفسك كيف؟ إذا لم يهتدي العبد أو لم يصلي أو لم يتصدق فإن هذا لا يضر الله شيئا وكذا إذا صل العبد وأنفق وصام وركع وسجد فإن هذا لا ينفع الله شيئا وإنما العبد ينفع نفسه لاحظ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أنكم قمتم في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخلت في البحر الله أكبر وهذا يفيد أن المنة لله جل وعلا على العباد وليست للعباد على الله تعالى الله هو تقدس وأمارة ذلك أنك أيها العبد أن الله سبحانه وتعالى قال للعباد جميعا يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اسمع إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولاحظ أن الله تعالى خاطب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل أعظم من ذلك انتصار دين الله قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن ينشره لفعل سبحانه وتعالى وإنما أنت سبب أيها العبد فكذا إذا اهتديت وإذا وفقك الله فالمنة لله جل وعلا عليك ونفع هذه الهداية لنفسك فإنك لا تنفع الله شيئا ونظائر هذا في القرآن العظيم كثير جدا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا هزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وأقول نظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة والمقصد قول الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي إن كان إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان وفي دعواكم الإسلام فعليكم أن تعترفوا بمنة الله جل وعلا عليكم وقد تقدم بالأمس أن من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لو لله ما احتدينا وفي رواية والله لو لله ما احتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وفي القرآن أيضا أن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر نحو هذا عن أهل الجنة لما يدخل أهل الجنة جنة وأهل النار وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أي أن الناس جميعا يحمدون الله تعالى أما أهل الجنة فيحمدون الله تعالى أن هداهم وأما أهل النار عاذنا الله وإياكم فهم أيضا يقولون الحمد لله لعلمهم أن الله جل وعلا إنما قضى بالحق والعدل والقسط جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا يظلم ربك أحدا قال الله سبحانه وتعالى ها هنا إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نحن عفوا فاتنا قول الله جل وقل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والمعنى فيه أيها الكرام أنهم لما قالوا أسلمنا وقالت لهم الآية و قالوا أعفوا آمنا و قالت لهم الآية قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين هذه صفتهم وهم وأولئك هم الصادق ثم بعد ذلك الآية تبين لهم أن الله تعالى أعرف بأحوالهم قل أتعلمون الله بدينكم أي تعلمون الله تعالى بما هو مطلع عليه ومنه دينكم أي تدينكم لله جل وعلا فإن الله يعلم كل صغيرة وكبيرة جل وعلا قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم أي كيف تعلمون الله والله جل وعلا مطلع على كل شيء وفي ختام السورة قال سبحانه تأكيدا لما سبق إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي كل شيء غائب عنكم فليس بغائب عن علم الله جل وعلا ومن ذلك إيمانكم وزعمكم الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والله بصير بما تعملون أي أن الله تعالى يبصركم ويبصر أعمالكم ويعرفكم جل وعلا عن علم وخبرة سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه هذا أيها الإخوة الكرام تمام تفسير هذه السورة أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه إن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وولئك همون الألباب سأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الكلمات التي سمعتم والتي قالها محدثكم حجة لنا يوم نلقاه إنه جواد كريم قولوا ما تسمعون استغفروا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة